موسيقى اسمي الناس الكعباشي رئيس مصلحة متابعة وتقييم مراقبة الهيئة المهنية الفلاحية بالإدارة العامة لتمرير استثمارات والهيئة المهنية بوزارة الفلاح الشركات التعاونية لخدمات الفلاحية إذا موضوعي هم برشع بيت ونحب نحط الإطار القانوني متاعه اللي هما في الأصل تعضوديات خدمات فلاحية هما شركات خاصة ذات رسمية المتغير ومساهمين المتغيرين تنشط في قطاع الخدمات المتعلقة بالقطاع الفلاحي تتكون طبقاً الإجراءات المنصوصة عليها في السجل التجاري خلافاً على الشركات الخاصة عندها معفاة من الضريبة على الشركات وتخضع لمبادئ التعاضد والمتمثلة بالأساس في الأنخيرات الحر والباب المفتوح التصرف الديمقراطي الاستقلالية والتسيير الذاتي المشاركة الاقتصادية للأعضاء التكوين والأعلام لمسيري الشركات التعاونية التعاون بين التعاونيات والمساهمة في النهوض بالتنمية المحلية المستدامة تكوينها موش صعيب صبع أشخاص يكفيوا يسوف يكونوا مستغلين في اللحيين أو صيادين بحريين أو مزدي خدمات ممارسين لنشاط في حدود الدائرة الترابية للشركة وغير ممارسين لنشاط منفس المهم هو أنهم يقوموا بإعداد دراس الجدوى هذا اللي نحب أن أكدوا عليه في تكوين الشركة التعاونية وتنظيمها والتسيير متاحها عندها نظام أساسي خاص المشارع سهلة لها باش ما تقعدش تمشي المحامي وإلا يحضر لها النظام الأساسي حاضر في الجغط يسوفيه ألم بريم وتعمره وتقوم بالإجراءات العادية للتكوين ويمكنها تقوم بأي نشاط يساعد منخرتها خاصة متعلق بالخدمات التزويد الإرشاد التحويل والتسويق المنتوجات هو فمصنفان من الشركات التعاونية شركات التعاونية أساسية وشركات التعاونية مركزية ما يختلفوش في المبادئ ما يختلفوش في قواعد التأسيس ونفسي نفس الامتيازات كيف كيف الفرق الوحيد هو على مستوى منطقة التدخل والإشراف كيفاش إذا تكون شركة تعاونية أساسية إذا كان تنشط في دائرة ترابية محدة وتكون مستغلين متاحة في حدود المنطقة هذيكة وإلا في ولايات متلاسقة والإشراف متاحة يكون الويل يمتع الجهة شركات تعاونية مركزية تكون إذا كان نشاطها يمتد على كامل تراب الجمهورية وإذا المنخرتين متوازعين على ولايات غير متلاسقة تخضع لإشراف وزارتي الفلاحة ووزارة المالية إضافة لهذا الشركات التعاونية المركزية نجم تكون متكونة من شركات تعاونية أساسية وإلا يتم تكليفها لإنجاز مهمة خاصة وإلا تكتسيس بغاء المسلحة العامة مجامعة الدمية في قطاع الفلاحة وصيد البحري هما صنف آخر من الهيك المهنية الفلاحية هي تحب تتقوض ولا تتعمق في القراءة متاحة تلقاها جمعية تخضع لإطار قانوني خاص منذ سنة 1999 يتم تكوينها استجابة لحاجة المنتفعين والمالكين والمستغلين الفلاحيين عليش للحفاظ على الموارد الطبيعية ولتحسين ظروف العيش كما تعتبر أيضا أحسن طريقة لتنمية العمل التعاوني اللي يبدأ منخرط في مجمع تنمية يكون لجاء السينس بالعمل التعاوني يتمتع بالشخصية المدنية يتم إحداثه بطلب من أغلى بيت المالكين المستغلين الفلاحيين وإلا الصيادين البحريين ويخضع لإشراف ولي الجهة كيف عنده نظام أساسي يحدد طريقة التسيير متاعه ونلقاها في بليا في الجرد معناها أكسيسيب لتولموند والمشارع كيف سهل طريقة اعتماد هذا النوع من الأطور القانونية لتكوين المجمع لمجمع التنمية جاءنا برشا تساؤلات من منذ تكوينهم هل عندهم الحق في شراءات هل عندهم الحق في توزيع مرابيح هل عندهم الحق في بيوعات وعليش في طبيعة نشاطهم هي الإجابة روديما نلقاها في النظام الأساسي علش قاتل كي نقراهم ليح نلقاوا اللي في من مهام مجمع التنمية الحفاظ على الموارد الطبيعية إنجاز أشغال تجهيز مناطق تدخل الأنشطة هذه تتطلب بعض الشراءات وكيف كيف نزيد القراءة للنظام الأساسي ونلقاوا هيكل ميزانية كيف تاخذ أنت هيكل ميزانية تلقى المداخيل والمصاريف المداخيل تلقى معها قروض مثلا مينح هبات وفي المصاريف تلقى مصاريف دراسات مصاريف صيانة معناها العملية متاع شراءات ومصاريف موجودة تبقى كما قلنا المجمع التنمية راهو عنده الصبغة اللي هو جمعية معناها يجب أن يحافظ على ما يفوتش حدود الموارد المالية متاعه والنقطة المهمة جدا اللي حتى ينحقق فوائض الفوائض هذي كراهو يتم استرجاحها وتخصيصها لتوسيع مجالات تدخل المجمع لا يتم تقسيمها على المنخرتين على خلاف الشركات التعاونية اللي يتم تقسيمها على المنخرتين متاعهم هايك المعنية الفلاحية هم شركات التعاونية الخدمات الفلاحية ومجامع تنية وجودهم أبعضهم راهي طريقة متكاملة واحد يكمل لاخ واحد المحاولة على الموارد الطبيعية والاخر العمليات التجارية وتثمين المنتوجات انهم المنخرتين يكونوا منخرتين في الزوز القانون لا يمنع ذلك تبقى احنا استجابة لبعض طلب بعض المنخرتين يا ربي المكونين تا المجامع ساعات يقول لك نحب ان نغير نهايك البداية ونتطور الى شركة تعاونية هاي العملية ما هيش صعبة تريس دراس الجدولي احداث الشركة تعاونية يتم عرض عرضها على مجلس إدارة المجمع وبعد يتم المصادقة عليها في جلسة عامة خارقة للعاد اذا كان صادقوا عليها يمشوا للمراحلة احداث شركة تعاونية ويجا كهو اذا كان فما اشتراكات راه ينجموا يستعملوها كم ديفندو غلمان للشركة جديدة وترجمة نانسي قن hacerlo اشتركوا في القناة